بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي أعزاء الطلبة أرحب بكم أجمل ترحيب وأنا ألتقي بكم مجددا عبر فضائية العراق التربوية لنبدأ درسا جديدا من دروس اللغة العربية خاصا بالصف السادس الإعدادي فأهلا وسهلا بكم موضوعنا هذا اليوم هو إكمال للدرس السابق تكلمنا فيه عن المقالة وقد تفضل مؤلف الكتاب بتقديم واحد من النجوم اللامعة في سماء الأدب العربي والأدب العراقي خاصة وهو علي جواد الطاهر نعم درسنا لهذا اليوم سيكون منصبا على الشاعر علي جواد الطاهر باعتباره من كتاب المقالة البارزين في العراق نعم قبل الكلام عن الطاهر لا بد من التذكير بالدرس السابق وقلنا بأن المقالة عموما هي فن من فنون الأدب العربي هل يقتصر على المقالة النثر العربي؟ نقول لا هناك فنون أخرى تشاطره وهي السيرة والرسالة وكذلك القصة والقصة القصيرة والرواية وغيرها درسنا كان في الدرس السابق المقالة واليوم على نموذج من كتاب المقالة وهو الكاتب والأديب علي جواد الطاهر تعال معي عزيز الطالب لنرى ما جاء من كلام عن الطاهر نعم نبدأ بالعنوان هو علي جواد الطاهر مقالته بعنوان فارق بين أن تدعي الجديدة وأن تقدر عليه نعم هذه المقالة هي للدرس وأن تغير مطالب حفظها لكن أنا ارتأيت أن أضع عنوانها ملاسقا لإسم الشاعر حتى يقترن هذا العنوان مع إسم الشاعر لأن في الوزاري كثيرا ما يتردد ويتكرر أن هات عنوان مقالة الطاهر أو غيره من الأدبى والشعراء نبدأ باستعراض مجموعة من الأسئلة التي أعدتها عن الطاهر تعال معي عزيز الطالب لنقرأ السؤال الأول وطبعا هذا السؤال هو موجود من ضمن أسئلة المناقشة الخاصة بالموضوع يقول هذا السؤال متى ولد الدكتور علي جواد الطاهر؟ هذا مطلب والمطلب الآخر وأين؟ والمطلب الثالث وعلى يدي من تتلمذ؟ طبعا هذا المطلب قد ضفته أنا إلى السؤال نقول للإجابة على المطلب الأول ولد الطاهر في العام 1919 في الحلة وتلقى فيها تعليمه الابتدائي ثم الثانوي ليدرس بعد ذلك اللغة العربية وآدابها في دار المعلمين العالية إذن تعليمه الابتدائي كان في الحلة كذلك الثانوي متتلمذا هنا هذه الإجابة خاصة بهذا المطلب متتلمذا لكبار علماء العربية في عصره مثل الدكتور محمد مهد البصير والدكتور العلامة مصطفى جواد والأستاذ طاهر راوي وغيرهم من الأعلام نعم إذن هذه الإجابة كانت متضمنة ثلاثة مطالب الآن ننتقل إلى السؤال الآخر الخاص بموضوعنا وهو الدكتور علي جواد الطاهر كاتب المقال يقول هذا السؤال ما الذي حازه علي جواد الطاهر ومتى توفي؟ نقول في عام 1954 حاز درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا وتوفي في بغداد عام 1996 نكون بهذه الإجابة قد استوفينا مطالب هذا السؤال ننتقل إلى السؤال الذي بعده ويقول في مظانه ما يعد علي جواد الطاهر ولماذا؟ هذه صيغة للسؤال وهناك صيغة أخرى ممكن أن يرد بها مثل هذا السؤال تقول هذه الصيغة لاحظ معي ما المكان الأدبية لعلي جواد الطاهر وما يمثل النقد له؟ نعم نجيب عن هذه المطالب بقولنا لاحظ معي يعد علي جواد الطاهر واحدا من أهم النقاد والمحققين في عصره إذن هو لم يكتفي بقضية النقد والكتابة بل تعدها إلى التحقيق إذن نقد ميدانه الأرحب والأهم من بين الميادين الأدبية فضلا عن أنه كاتب مقالة أدبية من الطراز الأول إذ يزاوج في مقالاته وسائر أدبه بين الحديث والقديم بين من يزاوج الطاهر في نتاجاته الأدبية نقول يزاوج في مقالاته وسائر أدبه بين الحديث والقديم على نحو منسجم متآلف يجذب القارئ ويحثه على الاستمرار في قراءة النص نعم هذا السؤال الذي ذكرناه مع إجابته كان خاصا بالدكتور علي جواد الطاهر الآن ننتقل إلى سؤال آخر وهذا السؤال قد ورد في الامتحان الوزاري في سنوات سابقة ما هي معلفات علي جواد الطاهر؟ نعم نقول المؤلفات هي أساتذتي ومقالاتي والباب الضيق ووراء الأفق الأدبي نعم هذه المؤلفات بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بالتعليق النقدي لمقالة الطاهر وذكرنا بأن المقالة هي للدرس أنت غير مطالب بها عزيز الطالب لكن لا بأس بقراءتها للإطلاع على ما جاء فيها من أسلوب شيق ممتع للطاهر الآن ننتقل إلى هذا السؤال لاحظ معي ما عنوان مقالة الطاهر؟ وهل كان المحتوى هذا هو مطلب؟ وهل كان المحتوى متناسباً مع هذا العنوان؟ ولهذا السؤال صيغة أخرى قد وردت في الامتحان الوزاري لاحظ معي عزيز الطالب السؤال الآخر الذي جاء بصيغة الوزاري في سنة سابقة يقول لاحظ معي يعتمد علي جواد الطاهر إظهار مضمون مقالة وضح ذلك هذا السؤال قد جاء للأدبي في الدور الأول في العام 2022 للإجابة على المنطوقين نقول عنوان المقالة هي فرق بين أنت الدعية الجديدة وأن تقدر عليه وذكرت لك في أول الدرس بأن العنوان مهم وقد قرنت وجوده مع اسم الشاعر حتى يتلازمان معا نقول ابتداء من عنوان المقالة يظهر موضوعها الذي أراد الدكتور علي جواد الطاهر عرضه ومناقشته فمسألة الصراع بين القديم والجديد هي مسألة قديمة ومتجددة نعم لدينا هذا السؤال الذي يقول لاحظ معي ما الفكرة الرئيسة لمقالة الطاهر وما الفرق بين التجديده والتجديد الذي يدعيه البعض نعم نجيب على هذا السؤال بقولنا هذا السؤال بمنطوق آخر لنفس السؤال ما الفكرة الرئيسة لاحظ معي ما الفكرة الرئيسة لمقالة الطاهر ولماذا عرض هذه الفكرة نقول لبيان زي في بعض مدعي التجديد ممن يركبون هذه الموجة بغية تحقيق المجد الشخصي والشهرة على حساب الحقيقة وهم إنما يلجأون أولا إلى الهزئ بالقديم والدعوة إلى تركه وتشويه ويرى الطاهر ماذا يرى الطاهر ويرى الطاهرة أن الدعوة إلى الجديد الحقيقي النافع للناس لن تكون بطعن القديم الذي هو أصله وأسه الذي يستند إليه فهما يتضافران معا فليس كل جديد وقديم متعارضين وليس كل قديم سيئا إذ لا بد من نبذه وقطع دابره هذا كلام غير دقيق نعم فما هو الجديد اليوم سيصبح قديما غدا هذا من وجهة الطاهر طبعا وهذه هي سنة الحياة وقد عرضت الطاهر هذه الفكرة لفضح مدعي تجديد ممن ستكون عواقبهم التأريخية وخيمة إن ظهر الجديد الحقيقي نعم وهو بذلك أي الطاهر يدعو إلى التمفل في قبول ما يبدو جديدا ولا سيما إن طعن في التراث أي التراث الأدبي وهو التراث ثر وصل بنا الكلام الآن بعد هذا الاستعراض إلى السؤال الأخير من الأسئلة التي أعددتها خاصة بالكاتب والأديب علي جواد الطاهر تعال معي عزيز الطالب لنرى ما جاء في هذا السؤال نعم هو سؤال موجود من ضمن أسئلة المناقشة الموجودة في نهاية الموضوع هذا السؤال بعينه لاحظ معي يقول السؤال في منطوقه ما رأيك بمقالة الطاهر من حيث تحقق خصائص المقالة؟ يريد منك رأيك ما رأيك بمقالة الطاهر من حيث تحقق خصائص المقالة؟ نعم نقول للإجابة إن خصائص المقالة هنا نعم إن خصائص المقالة الأدبي متحقيقة جميعها في مقالة الطاهر ما هي هذه الخصائص؟ نعم هي قد مرت بنا في الدرس السابق بخصائص المقالة الأدبية هي عينها هذه الخصائص هي نفسها نقول هذه الخصائص هي وحدة الموضوع ووضوح الفكرة والترتيب المتسلسل والمنطقي للأفكار المعروضة وقد ابتعد من تضمين الألفاظ الغريبة وغير المفهومة نعم فجاءت المقالة سهلة على الإفهام واضحة البيان لاحظ معي هذه الجملة فجاءت المقالة قد يسأل سائلون لما هذه التاء وهي التاء التنيذ قد حركت بالكسر وهذه المعلومة قد مرت بك في دروس سابقة عزيز الطالب قد كسرت لمن التقى ساكني نعم ما تكلمنا به في الدقائق السابقة كان خاصا بالدكتور علي جواد الطاهر ومقالته التي كانت للدرس حتى ألتقي بكم أبنائي أعزائي الطلبة أترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة